أفكرك؟ أفضل تلعبين في مباراة فيتا كلاب بما أننا سنتكلم عن فيتا كلاب أيوه، أنت صح، خلاص، إحنا طبعاً هنعلن، لا أنت اللي تعلن، وأنا هقول الجدول الحقيقة يمكن أنا بعد الماطش على طول قلت لحضراتكم أنه النادي الأهلي، وده حقيقي يعني بالأرقام وبالإحصائيات كان مقدم مباراة من ناحية الأداء كأرواح ما يكون قدرة كبيرة على السيطرة الكاملة الاستحواز الكامل، صناعة الفرص الكاملة، كان بينقصنا طبعاً اللامس الأخير لكن اللاعية بقى جادت بشكل كبير، وقلتها يبقى فيه صعوبة في اختيار الأفضل اللاعبين في المباراة وده كان حقيقي، وإحنا بنتابع عملية فرز الأصوات الحقيقة يعني الدنيا حضرة كل اللاعبة، كل الأسماء تقريباً كانت حضرة، لكن اللي قدروا أن هم يحسموا النتيجة في المركز الأول واستمراراً لتقلقه في الفترة الأخيرة، كان ناجيري جونيور عجيه، هو صاحب تصويت الجماهير وفاز بالمركز الأول، وحتى أوضاف لرصيده تلات نقط في جدول الترتيب طيب، بيجي في المركز الثاني طبعاً يعني نجم النادي الأهلي، ولو دايماً متطمنين وهو موجود الحقيقة في الفريق في أي مباراة هو الشناوي، اللي قدر أنه يفوز بالمركز الثاني بعد تصويت الجماهير محمد الشناوي، ما شاء الله، ماشي بسرعة السالوخ في جدول الترتيب، وخصوصاً في مطشات الشهر الأخير فارق، ما شاء الله، نهارده بشكل كبير، هنستعرض مع حضراتكم جدول الترتيب، بس لازم نقول أنه في المركز الثالث كان اللعب المالي ألي ديانج، الحقيقة يمكن تقلق، ابتدى في المباراة الأخيرة، وأكثر من المطش حتى في مطش الإسماعيلي كمان كان من اللعيبة اللي ابتدت بشكل كبير جداً تستعيد الفورمة العالية اللي ختم بيها السيزن اللي فات، وديانج الحقيقة في حالة استعادته المستوى أعتقد أنه هيكون إضافة كبيرة جداً، مش بس الخط نص النادي الأهلي، لا الحقيقة للفرقة بشكل كبير جدول الترتيب يتغير، جدول الترتيب يتغير، ونتابع مع حضراتكم، ده مش جدول الترتيب المركز الأول طبعاً بيجي زي ما قلنا لحضراتكم إيش ناوي برصيد 17 نقطة بعد ما لعب 16 مباراة مع النادي الأهلي، بيتراجع بقى للمركز الثاني كابتن بدر بنون ب12 نقطة بعد 17 مباراة مع النادي الأهلي، في المركز الثالث برضو تراجع أيمن أشرف ب10 نقاط وبعد دي علي معلول بيجي في المركز الرابع بتسع نقاط، بعد ديهم كهرباء ب8 نقاط وديانج قدر يتقدم وبقى معاه في رصيده 8 نقاط بس هنا قبل ما نكمل بقية الجدول، عشان كي بقولك الأهلي، احنا متطمنين من ناحية الدفاعية واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، دول أول ست لعبين في الترتيب، كلهم مركز دفاعية شنوي حرس مرمى، بدر بنون، أيمن أشرف، علي معلول، وقاليو ديانج الوحيد من المهاجمين هو الكهرباء وخذي بالك كهرباء، 8 نقط اللي حققهم كانوا في شهر ديسمبر كهرباء غايب عملية التصويت بشكل كبير جدا على مدار شهر يناير بالكامل ما خدش أي مركزه على مدار شهر فبراير نفس الحكاية فأنت عندك حالة اطمئنان كبيرة جدا للمراكز الدفاعية أو خط الدفاع في النادي الأهلي بيجي بعكاء أجائيين اللي بيتقدم في الترتيب وبيوصل رصيده لسبع نقط وليد سليمان طهر محمد طهر محافظين ومحمد مجدي أفشا محافظين على مراكزهم برصيد ست نقط لكل واحد فيهم بعد كده محمد هاني خمس نقط، حمدي فتحي خمس نقط، محمد شريف ثلاث نقط وعمر السلية نقطتين أكرم توفين نقطتين وأخيرا وولترب وليا نقطة واحدة من اللي كانوا حاضرين ونفسه على المراكز الثلاثة الأولى في مطش الأهلي وفيتو كلاب كان حاضر مراوام محسن كان بينافس بقوة، عمر السلية كان بينافس بقوة، محمد شريف كان بينافس بقوة لكن زي ما قلنا لحضراتكم الترتيب في النهاية راح للجونيور أجائيه ووراء محمد شناوي ووراهم إليو جاني